في البداية نقول لدينا هنا حرفي حين يكون حرف وحرف قربة بعد فهذا ما يسمى ب وما يحدث هو كالتالي ننطقها ثم ننطق سأعطيكم مثالا في كلمة أخرى لاحظوا ستسمعون في البداية والسبب لأن جاء قربة بعد نفس الشيء هنا ثم نقول رأي الفضاء أو رائدة فضاء بمعنى المرشحون والمفرد هو ويمكن أن ننطقها كذلك الفرق في النهاية فقط قد نقول دت أو ديت كانديدت أو كانديديت حرف F ننتقه هنا The The Of Training 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 To Become Qualified 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 Astronauts هنا تنتهي الكلمة بS لأنها في الجمع أي رواد فضاء يحتاج المرشحون إلى عامين من التدريب ليصبحوا رواد فضاء مؤهلين Astronauts ولتعلم المزيد في لغة الإنجليدية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنع